طيب الله أحمدك أنا أنا في النقاش اللي حدث بينك وبين الشيخ الحسيني يعني حقيقة أنا ما أدري يعني هل جانب السلامة للإنسان لدينه وأفضل أنه يبتعد عن هذه الأشياء أم أنه لا بد أن يبين أنا أقصد أنه الآن يعني تجنب الكلام بهذه الأشياء أسلم للإنسان ولا لا إلا أن تقول أن الخطأ لا يصحه منك يعني لا شوف هل هو جانب السلامة بالنسبة للإنسان الآن الناس على صنفين في ناس عوام وليس مبتدئين بطراب العلم فهذا أنت إشتخلك في النووي وإنزال الأحكام علي المباعدة تركه يعني الآن النووي إذا كان في الجنة أو في النار نحن بالنسبة لنا وأسأل الله أن يكون تاب من أهل الجنة لكن بالنسبة لي بالنهاية ما رح تفرق معي يعني بالنهاية هذا حكم لله سبحانه وتعالى إذا كان سني أو مبتدع هذه ستفرق معي في الدنيا في ماذا؟ عندما أقرأ هذه الكتب التي هي كتب النووي إذا كان مبتدعا سأحذر من كتبه يعني سأقرأ بحذر وإذا كان سنيا أقرأ وآخذ منه طيب طالب العلم المبتدئ ولا كذا ما يهمه عندما يقرأ الأربعين النووية ما فيها بدع يقرأ الرياض الصالحين ما فيه بدع فما يعني الموضوع هو خارج عنه طيب لكن لما يكون واحد طالب علم ويخوض في المسألة ويقول مثلا إمامنا النووي ولا كذا لا هنا يجب أن ينتبه النووي عندما تقول إمام الإمام هو الذي أنت تكون خلفه هل ترتضي أن تكون خلف الأشعار؟ لا الأشعار لا يكون إمام للسنة هذه هي ترجمة نانسي قنقر